اكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الحرصة على مضاعفة الجهود من أجل طرح المزيد من المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين باستمرار ووفق أعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم ويرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإنفاذا لتوجهات مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقال معالي إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يحرص على تبني أفضل التقنيات المتقدمة ومواكبة لعملية التطوير والتحديث وهو نهج عمل ملتزمون به ونعمل على أسسه وبخاصة فيما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في جميع العمليات وتقديم الخدمات وبما يسهل الإجراءات على المواطنين وأصحاب الطلبات والمتعاملين والمستفيدين من الخدمات المقدمة جاء ذلك بمناسبة إعلان جهاز المساحة وتسجيل العقاري أنه اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر 2022 ستتم عملية تسجيل العقارات إلكترونيا بكامل مراحلها حيث سيتمكن أصحاب طلبات التسجيل من إجراء معاملاتهم إلكترونيا فقط دون الحاجة للحضور الشخصي وذلك عبر الدخول على النظام الإلكتروني وهو برنامج إروس ERWS متوفر على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز المساحة وتسجيل العقاري ومن ثم إدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة وكذلك عمليات دفع الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل وبهذه الخطوة يكون جهاز المساحة وتسجيل العقاري قد تحول إلكترونيا بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر